مؤتمر الاقتصادي وكلمة فخامة الرئيس في هذا المؤتمر الرئيس تعهد بتنفيذ التوصيات قال كده ملتزمين بتنفيذ التوصيات اللي تم التوافق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي شوفينت بقى لما الرئيس هو اللي يقولك ملتزمين تعالوا نشوف المقطع ده ونكمل الكلام ما كلمت على البيئة السياسية كنت أقصد بيها برضو وإحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بأننا كل اللي نتمنى نقدر نعمله بغد النظر عن صحته هو أحد يزعملني من اللي حوله هو أحد يزعملني من اللي حوله كل الطرحات اللي تقالت ديت أنا أسف أن أقول لكم أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيه أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيه إنما كيف تعملوها؟ كيف تعملوها؟ أنا ككلامي سيبقى كده في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى إحنا منتزمين إن إحنا نعمله منصة صحيح إحنا منتزمين إحنا نعمله لأن إحنا ما عملاش الحوار ده عشان نستهلك وقت نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الآخر خلاص لا الفعليات اللي تعملت وكلام اللي تقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه إحنا كدولة وكحكومة ملتزمين إن إحنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعمله طيب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلة مشاكل أكيد حتقابل لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بالشكل المستمر ليه؟ عشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات دي قابلتنا مشكلة نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا 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 فأنا بقول بالإضافة لإحنا ملتزمين إن إحنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها لكن أنا بقول لكم عشان نجاعة الإجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي ومش للمؤتمر الاقتصادي بس لكل منصة الحوار اللي احنا تكلمنا عليها كلها الرئيس اللي لا يكف عن إنه يفاجئنا دايما أنا بس عايز أقول حاجة علشان أنا عارف إنه المقطع ده هو المقطع اللي هيتخد دايما على السوشل ميديا علشان يكتزق وعلشان يتحول للمكلمة ويتحول لهاب ده هاريه اللي هو المقترحات دي أي طالب في كورية الاقتصاد وعلوم السياسية يقدر يتكلم فيها طيب عشان بس نبقى فاهمين إيه المعنى بتاع كلمة الرئيس الرئيس هنا لا يسف من الأفكار ولا من المقترحات ولا بيقول أنها أفكار أو مقترحات دون المستوى لا هو بيتكلم في إنه ده شيء بديهي ولازم يتعمل ولازم يحصل المعضلة والمشكلة والأزمة في إن إحنا بنقترح ونتكلم وما ننفذش عشان كده الرئيس عقب بعد كده وقال إيه لما استكمل كلامه قال إحنا مش عاملين المؤتمر علشان نستهلك وقت ولا نستهلك جهد حضراتكم إحنا المؤتمر ده عشان نخلق آليات للتنفيذ طيب إذن لا داعي لاجتزاء الكلام ده بس مبدئيا كده ده صباح الفل اتنين نخش بقى على الزتونة بتاعت الموضوع التنفيذ بس كده